بسم الله الرحمن الرحيم يا زين والقرآن الحكيم إنك نمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم نقمحون وجعلنا من مين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواهم عليهم أنذرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فمشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدهم وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا مثالك فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا لكم لإن لم تنتظوا لنرجبنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسلفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بزر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل نخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنب من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلبنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعمال وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مصلمون والشمس تجري لمستقض لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجون القليل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يصبحون وآية لهم أننا حملنا غريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقصون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولائها أهبهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من ربط رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آلم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا أفنم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون هل يوم نخطم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يرصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نمكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينزر من كان حيا ويحق القوم على الكافرين أولم يروا أن أصلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أبلم يرى الإنسان أننا خلقناه من نقفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا نامتنا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخبر نارا فإذا أنتم منه توقدون أبليس الذي خلق السماوات بل أرض بقالر على أن يحلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أرى لشيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر